لا تزال المشاورات جارية بين وزراء الرأي والوفود المفاوضة من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على الرغم من وجود خلافات على عدة نقاط رفضها الجانب الإثيوبي واعتبرتها مصر عناصر أساسية في اتفاق يتعلق بقضية تمس حياة الملايين من الشعبين المصري والسوداني وفي بيان لها أكدت وزارة الرأي المصرية عدم تفاؤلها بتحقيق تقدم في المفاوضات بسبب استمرار ما وصفته بالتعنت الإثيوبي حيث قالت الوزارة أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة وقابلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث فأن إثيوبيا تقدمت بمقترح مثير للقلق لكونه مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية حيث يتضمن رؤيتها المنفردة لقواعد ملء وتشغيل السد أما أبرز الخلافات حول الوثيقة التي عدها وأرسلها السودان مسبقا هو رض إثيوبيا للبنود التي تطفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفضل نزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاثة بالإضافة إلى رضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من جانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي وتهدف النقاشات للتواصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول الجوانب الفنية والقانونية لملء وتشغيل السد حيث كشفت وزارة الرية السودانية عن تكليف الخرطوم بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة خلال أربعة أيام من المشاورات على أن يعود كل من الأطراف الثلاثة للتفاوض غدا لاثنين لمناقشة الوثيقة وتقييم مسار التفاوض وبالتالي الخطوات اللاحقة ترجمة نانسي قنقر